سعدتم صباحاً مشاهدين الكرام إذن تشير بياناته وخرائطه نماذج التقص إلى عودة درجات الحرارة كما ذكرنا إلى الارتفاع الملموس في منطقة بلاد الشام وكذلك في مصر مع بداية الأسبوع الحالي وذلك نتيجة تأثير تيارات جنوبية شرقية أكثر حرارة وجفافاً وأيضاً نتيجة تأثر مناطق غرب وسط وجنوب أوروبا بمنخفضات جوية وكتل هوائية باردة نسبياً مما يفرض استقراء الأجواء على موظم أرجاء منطقة شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط ولكن ابتداء من مساء اليوم تنخفض درجات الحرارة من جديد جراء تدفق مؤقت لطيارات هوائية شمالية غربية لتقترب من معدلاتها السنوية وبالتالي مع ارتفاع في نسبة رتوبة تبقى الأجواء خريفية لطيفة مع تناثر لبعض السحب المنخفضة ولكن حتى يوم السبت القادم ومع توقعات البعيدة تشير إلى عودة تأثير منخفض البحر الأحمر وذلك منتصف الأسبوع القادم ومع درجات حرارة مرتفعة نسبياً لتصل من جديد إلى حاجز الثلاثين مئوية تجمل حالة عدم الاستقرار الجوي أجزاء من شرقي شبه الجزي عربية وأيضاً منطقة الخليج مع استمرار هبوب رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة تساعد على إثارة المزيد من الغبار على المناطق المكشوفة وذلك في فترة ما بعد الظاهرة هذا جراء تعمق منخفض الهند الموسمي على المنطقة الأجواء ستبدأ بالاستقرار في غضون الأربع والعشرين ساعة القادمة في أثناء ذلك يندفع منخفض جوي استوائي فوق منطقة بحر العرب وذلك باتجاه شمال الغربي باتجاه سلطنة عمان تحديداً حيث تشير التوقعات إلى وصوله يوم الخامس القادم ويستمر حتى يوم السبت القادم المنخفض الاستوائي يعتبر ضعيفاً ومترافقاً مع الغيم المنخفضة المصحوبة بالأمطار الرعدية ومع نشاط للرياح لتصل سرعتها إلى أربعين كيلو متراً في الساعة لا يعتبر ما يؤثر على عمان خطيراً ولكن يجب الحذر من جراء الأجريان الأودية بسبب زخات الأمطار الرعدية وذلك خاصة على المنطقة الجبلية والمنخفضة من عمان إلى آسيا لقي شخصان على الأقل مصرعهما جراء السيول التي وقعت مؤخراً في كاليوا وذلك شمال غربي منطقة ساقايانغ في مايمار والتي نجمت عن هطل أمطار غزيرة خلال الثلاثة أيام الماضية سلسلة من العواصف القوية ستعمل على إنتاج رياح عاتية تصل إلى خمسين كيلو متراً في الساعة مساببة هطل كميات كبيرة من الأمطار الرعدية والغزيرة لإرزاء متفارقة من دول البلقان سينتج عنها بالتالي الفضات العارمة والإنهات الأرضية بالإضافة إلى تسقط حبات من البرد من ثم ستطال الليلة رومانيا وهنغاريا سلوفيكيا وأوكرينيا ومع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذه الحالة الجوية المغايرة تعود إلى سيطرة الأجواء المتطرفة على إيطاليا قبل يومين حيث تأثرت الماطق الجنوبية من أوروبا بأجواء عاصفة ماطرة بغزارة ناتج عن تعامق منطقة كبيرة من الضغط الجوي المنخفض تسببت في حدوث فايضات عارمة أيضاً في غربي وجنوب إيطاليا في المقابل تطورت حالة عدم الاستقرار الجوي العنيفة وطالة الجزائر وتسببت في حدوث فايضات عارمة أيضاً في الشوارع الرئيسية بالإضافة إلى تدمير عدد من المنازل وقطاع الطيال الكهربائي عن أغلب المدن الشمالية هذا ما لدينا مشاهدين الكرام شكراً لمتابعتكم مجدداً إلك جلال والجزيرة هذا الصباح شكراً لكم شكراً لكم